بين تصريحات المسؤولين الفرنسيين حول الحد من النفوذ الأجنبي في ليبيا وما تقوم به على الأرض تناقضات رسمتها فصول الأزمة الليبية فرنسا التي تراجعت عن الأنظار خلال التجاذبات الروسية التركية الأخيرة على الأراضي الليبية والتي انتهت بوقف إطلاق النار دون توقيع اتفاق بموسكو نفى رئيسها اليوم أن تكون بلاده تعمل مع الإمارات لدعم حفتر عسكريا قائلا إن صعوبة القضية الليبية تكمن في انقسامات المجتمع الدولي وإذ لم يقرر ماكروم بعد ما إذا كان سيحضر الاجتماع المقرر عقده الأحد المقبل فإنه أعرب عن رغبة في أن يكون مؤتمر برلين حول ليبيا ذا فائدة للحد من النفوذ الخارجي ودعم المصالحة والوسائل التي تسمح بوقف دائم لإطلاق النار النفي الفرنسي لمساعدة حفتر جاء بعد اتهامات لوزير الخارجية التركي مولود شاو شغلو للإمارات ومصر وفرنسا بالعمل على تخريب عملية السلام في ليبيا عبر مواقفها من عدوان حفتر على العاصمة والتطورات التي أعقبت ذلك أغلو أوضح أن تركيا أبلغت الجانب الروسي بعدم رغبتها في مشاركة مندوبين عن مصر والإمارات في مباحثات وقف إطلاق النار بموسكو مشيرا إلى أن الإمارات تصرفت بعدائية في موضوع عدم التوصل للاتفاق وأن بلاده لاحظت غضب موسكو من انسحاب حفتر من المفاوضات دون تقديمه أي مقترح بديل ورغم الإنكار الفرنسي لدعم حفتر إلى أن المعطيات على الأرض تفند ذلك فمن دعمها لحرب حفتر على بنغازي ودرنة والجنوب إلى مساندتها الخفير العدوان على العاصمة والعثور على صواريخ جفلم بعد سيطرة قوات الوفاق على مدينة غريان فضلا عن ضبط تونس لعناصر أمن فرنسيين على حدودها مع ليبيا وانتهاءا باعترافات طيار حفتر الأسير عامر الججوم بوجود مجموعة صغيرة من الفرنسيين تعمل في الدعم اللوجستي والاستطلاع والتنصط لن يكون أمام الفرنسيين إلا الاعتراف بدورهم المزعز على استقرار ليبيا مهما حاولوا إنكاره ويبقى الواضح من موقف باريس المتأرجح بين رفض التصعيد في العلن ودعمه في الخفاء هو أنها تهتم بأن يكون لها مستقبل في البلد الغني بالنفط عبر آلتها الناعمة شركة توتال وأن ما يهمها هو الذهب الأسود تحت رمال صحراء ليبيا لدم الأحمر الذي يريقه حفتر فوق ترابها